موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فرمضان أيها الأحبة شهر عظيم وفرصة كبيرة لاستحضار نعم الله علينا للوفاء بها وأداء حقها بشكرها لصيانتها وحمايتها من الزوال امتثالا لقوله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ومن أهم النعم التي تستحق الشكر نعمة الأولاد قال تعالى وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا فالله جعلهم زينة الحياة الدنيا ولعظم هذه النعمة كان دعاء الصالحين ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وشكر نعمة الأولاد يكون بإحسان تربيتهم والاهتمام بتأديبهم وتعليمهم شؤون دينهم من صلاة وصيام وحسن الخلق والصدق والأمانة إلى آخر الأخلاق الحسنة والبيت هو الأصل في تربية الأبناء تربية سليمة نافعة للبشرية لذلك لا بد أن يسأل الآباء والأمهات أنفسهم في هذا الشهر الفضيل هل قمنا بواجب التربية الحقيقية تجاه أبنائنا هل علمناهم الصلاة والصيام وحببناهم بها هل رغبناهم بعمل الخير هل علمناهم القرآن الكريم هل نهرناهم عن الغيبة والنميمة وسوء الأخلاق أم اكتفينا بالإنفاق عليهم وتركهم للحياة الدنيا وأصحاب السوء يعلمونهم الشرور ويجرونهم إلى الهاوية فيكون الآباء بذلك قد عقوا أبناءهم أولا ولا ينكر أحد أن التربية عمل شاق وجهد يحتاج إلى وقت وهي ليست بالأمر السهل لكن الأسرة اليوم في أمس الحاجة إلى التربية الدينية المبنية على حسن الخلق والتمسك بعر الإيمان الراسخ للنجاة في الدنيا والآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة فالتهديد والوعيد المباشر لكل من لا يقدم النصح والتربية الصحيحة لأبنائه وقد جاءت آيات القرآن الكريم تدعوك أيها الأب وأيتها الأم للتربية الصحيحة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها والآباء هم المسؤولون عن انحراف أبنائهم ابتداء لأن الأبناء يولدون على الفطرة ثم يأتي دور الآباء في المحافظة على هذه الفطرة أو انحرافها يقول صلوات ربي وسلامه عليه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والولد كما تقول العرب على ما عوده أبوه لذلك قال قائلهم وينشأ ناشئ الفتيان مننا على ما كان عوده أبوه لذلك أيها الأب الكريم أيها الأم الحنونة احذروا من أن تعقوا أبناءكم لأن مرحلة حقوق الأبناء تسبق مرحلة بر الآباء لأن الولد صفحة بيضاء نقية ينتظر من يملأها بالمبادئ والقيم التي تنير له طريق المستقبل لذلك احرصوا كل الحرص على تعليمهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا فقد أوشكت أن تعدم كثير من المبادئ الإسلامية في مجتمعاتنا اليوم لأن مغريات العصر أصبحت تأتي للمسلم وإن لم يأتها لذلك نجد أن القرآن الكريم حث على التربية الصالحة ومن أهم خطوات التربية الصالحة هي الدعاء لهم بالصلاح والتقوى فقد كان أنبياء الله يتضرعون إلى الله عز وجل أن يرزقهم الذرية الصالحة فكانوا يعدون الدعاء لأبنائهم من التربية لذلك احرصوا على كثرة الدعاء لأبنائكم فهذا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو الله قائلا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ويقول أيضا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويقول أيضا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وهذا زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ولعل وصية سيدنا لقمان كافية لتدبر معانيها وتعليمها لمن قرأها وغرسها في نفوس أبنائه قال تعالى عن لقمان الحكيم يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لذلك يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتق الله في أبنائنا فهم أمانة في أعناقنا وأن نعلمهم الإيمان فالإيمان جذور تتغلغل في القلب وتمتد فروعها في السلوك وتبدو ثمرتها في الأخلاق والمعاملات وهو ما نفقده في مجال تربيتنا لأولادنا اليوم لذلك نناشدكم الله أيها الآباء والأمهات بالاهتمام بتربية أولادكم على منهج نبيكم فابذلوا كل ما تستطيعون لأجل ذلك فلو لم تكن من تربيتهم إلا أن تكفوا شرورهم فتبرأ ذممكم لكفاكم ذاك اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا واستجب دعاءنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر